السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن قمنا بعملنا بوست كونتراكت أورد بيلدينج انفرميشن مودلينج بمكسيشن بيلان قبل ما نوقع العقد عندما خلاص المشروع عريسي على الشركة وهتاخذ المشروع فهنبدأ نعمل بقى بوست كونتراكت بعد ماضي العقد نعمل بمكسيشن بيلان اخر هيكون نفس اللي فات بس هنضيف بعض المعلومات يعني هنبدأ نضيف مثلا هنبدأ نضيف من المسؤول عن التسليمات كل واحد من الافراد المشروع هيبقى مسؤول عن ايه والشركة مثلا اسمها اكس هيكون الشخص الفلان هو المسؤول عن التسليمات وتليفونه ورقم الموبايل والايميل بتاعه وكل حاجة لازم تكون موجودة هناك تبقى تفصيل للمشروع البروجيكت ادرس البروجيكت نامبر والايميل هنتكلم على بداية المشروع وبداية التنفيذ وبداية التسليم والايميل اللي هي المطلبات المالك مثلا فنبدأ ندخل من اعمالات الكلبريشن كيف كيف هتدوار مين المسؤول عنها كل واحد نبدأ نرى الوظيفة الفلانية دفئة موجودة في الشركة والاسم والايميل ورقم تليفونه عشان لو حصل اي حاجة نتواصل معاه لو حصل مشكلة في المعماري من المسؤول لو حصل مشكلة في الحاجة الفلانية من المسؤول اكلم من يعني في الحاجة دي التواريخ تسليم كل مرحلة من المراحل هتبقى النقاط المشروع الوظيفة الوظيفة المسيح ممسح الارض ندخل كل المعلومات نبدأ ندخل المعلومات الوظيفة الوظيفة في المشروع الملافات هتستلم كل المتابع الماء إلى الأمر سوف نجد المائلة سوف نضع ملف IFC و تواريخ التسليمات لكل واحدة فيهم هنا يوجد اسم المشروع و اسم المنظمة المساحة و الحجم و نوع الملف و التسليمات الميل ستون تواريخ التسليم لكل مرحلة فيهم ما هي الأكواد التي سنعمل بها ما هي طريقة التسمية التي سنعمل بها يجب ان تكتبها بالنص يجب ان تحول الى الكودر فلاني تأخذ منه نفس طريقة التسمية وصف للمكان و وصف المشروع و الملفات التي سنعمل عليها الأكواد مثلا يجب ان تكون حرفين او اي حرفين نتفق عليهم لكن هذا المهم فكل الناس الذين يعملون في المشروع ستلتزم بالكلام لا يوجد أحد يقول لا انا متعود على شيء ثاني ما دمنا اتفقنا عليها اعترد واحد بنكتب البيت مكتب مدام تكتبت خلاص يجب ان نمشي عليها المنظمة المنظمة هاي سامة ازاي سامة ازاي السكيل هنسلم السكيلز الانوتيشن صاحبة المنظمة لاي Who نعمل Можно اللي انا شركة مodels اسدار اكثر المئت اصدار المنظمة أهلا هسهل هامة فشتات معمولة بDF جهزة على النتات تتبعها و النتات تبعاتها للمعاول او للتنفيذ هذه هي فكرة بمكسوشن بلان بعد تمدي العقد